الترسيم الخط البحري يلي كمان مؤشر إضافي على أنه لبنان سيخرج من دائرة التوترات بس الرحله الترسيم البحري هو مش بس موضوع الاستفادة بالغاز لكن أيضا يؤدي إلى أنت حطينا زيح ووقفنا هون ما بقفي عنا ما رح تلتزمي بمسألة ويكون في عندك شركات ضخمة وعمل كبير ومعليين في الأوروبيين وغيرهم وتقولي أنه لا أنا قادر كل تكي أرجع ولي هذا المطلق ووقف الأعمال الحربية طبيعة الحال لما بترسمي إلا إذا حدا تجاوز وهون تكون عندك مسألة كبيرة حدا تجاوز ما جرى الاتفاق عليه وهي ساعتها بتصير مسألة كبيرة سيحصل ترسيم سيحصل بالأساس إيه؟ بس أعتقد كان مطرين بالأول على أي قاعدة سيحصل هلأ إسرائيل يبدو أنه عنده ملاحظات على موقف لبنان من أنه خدفة عشرين منها في كلام عن أنه مسيارات حزب الله هي ساهمت بتدعيم موقف لبنان في كلام عن أنه مسيارات حزب الله لها كان عنده رسالة أبعاد من كريش وصولا إلى ما يجري في المنطقة ومظلمة التفاع الجوية الإسرائيلية الخليجية يعني طوئيت اللي صارت فيه درونز وتوئيت يعني كان ذكي طوئيت ملائم غير ملائم لإسرائيل غير ملائم للغرب بس كان ملائم ربما للبنان بغض النظر عنه ليش صار خارج إطار التفاهم مع الدولة اللبنانية ورأي كان مفروض يصير هذا بالتنسيق والتفاهم مع الدولة اللبنانية هلأ هذا نقاش الداخلي بس إذا عم نحكي بتأثيراته وأنا قلت الشيء أول يوم ثاني يوم أنه هذا سيء لن يؤدي إلى حرب مثل ما كانوا على التهويل يلي كان صاير لأسماع كثيرة أولا مش عشيد زيارة بايدن ثاني شيء الأوروبيين بدون غاز ما بدون حرب وتربق الدني وتزيد فول أزمة أزمة لكن كمان صار بالوقت يلي هو عرق لي كثير واقف جامد المفاوضات النووية رغم أنه حزب الله نفق يكون له علاقة بالموضوع الإقليمي بس بالتحليل السياسي أنا فيه اسمح لنفسي وغيري فيه اسمح لنفسي كمان يروح يربط هذا الموضوع بهوني كم تلك أنه الإيراني إذا بديك تفسريها الرسالة عم بيقول له سيسرني بقى تحسرني بقى بالموضوع النووي نعم وأيضا بالداخل أيضا مع على ما يبدو هناك مسائل بديها ربما الأمريكيين ربما الإسرائيليين يعني أكتر ما هو مشكل تقني هو مشكل سياسي خلفية سياسية اللي صار لما درونز وصلت لهونيك ونقى نوعية درونز عم بيقول له للإدامه مرحبا شفتني بوصلك عم بيقول له يعني أنه ما تحشرنا بعد أكتر ما تاخدنا بعد أكتر نعم قادر شاكيس وإذا شفت يوم متى الشركة اليونانية كمان جمدت وكله نجمده لأنه ما حدا بقدر يشتغل ما فيك تاخدي ثروة مع اضطرابات بتفل تعمل استخراج أو استثمار كبير مع اضطرابات بفلو مش متدروا تعمل حرب يعني لا يفلو تلوحي بالحرب بس بيحملوا حاله وبيفلو فإذا هيدا يلي ألزم الكل مثل ما شفت أول زيارة يلي زيارة يلي عمالها رئيس وزراء إسرائيلي جديد يعني لابيد لابيريز وشافر رئيس لفرنسا كان طبعا شو بدي بالحكاية بس إنه يلا روحوا رسموا فإذا نجاوز وقت رح تجاوز مرحلة زمنية كان بدون إيها لأسباب تاني ربما لشروط أو لمسائل تاني مش هياك عمل لي كوكسي هلأ هنم مستعشين على ترسيم لأنه أوروبا بدغاز مثل ما قالت حضرتك بس هل هذا شيء بساعدنا بساعد لبنان بموقفه من مسألة المفاوضات يعني لبنان سيحصل على 23 معنا أنا كنت في مسائل أكتر العليقة بفتكر لقدام ربما كان منتظر بهذا المناخ كله ونالك بسألي بالطالب فيها إسرائيل على طول وعم يطلبوا فيها مع الأمريكان هي موضوع الصواريخ الدقيقة تابع حزب الله نعم أنت لما بترسمي لحدود عم تقولي بالأول العمل العسكري ما بقى موجود هلأ طالما كل الأمور ماشي وفي عندك مليارات الدولارات يلي عم يشتغلوا بهذا البحر نعم بس إذا بمرحلة لحقة تاني وراء بدأت ترسيم لحدود البرية وبالتالي كمان لما بترسمي غسمي حدود البرية وهو أهمية الرئيس يلي بدأت تكون الصيغة مشاناك عم يليك بدأت تشوف كيف تكون المسألة ملنا بسيطة ملنا مربوطة بس بأنا استحلات فلان أو كيف تكون لقدام مع الصورة الإقليمية لما بتروح ترسمي هو دي بتقولي كمان تلتزمي عندي التزامات ضمن المعروف الالتزامات يلي عندي كيها بس هون ترجع بتقولي هل هنالك شيء من هذه التلميحات الآن ليش حتى كمان نحن نضغط هل هو فقط موضوع اقتصادي تعرف نحن نقن تحت الموضوع الاقتصادي المعيشة ورغم أنه السواح يمكن يجو أو المغتربين يكب الدولار بس يفل بإخراب يقع حبيت أو ما حبيت حتى لو نفي أنا بربطها بالخلفية موجودة بموضوع الترسيم البحري فهذا كله يجمد بهذا هذا البلد كيف كنت كافي فيه أنا تحت النار هون عمل عمل عجلي بهذا المسار ووقف لي موضوع النار يعني عجلي بهذا المسار يعني متى اليوم التوقعات أن يعود هوكستين وأنه يكف هذه المسألة بديك تشوفي كيف الصغر تطلع بخلال هوكستين وجوده بإسرائيل مع بايدن يلي واضح أنه جاي ورح يكون هذا الملف المؤشرات يلي أجد بتقول أنه ما بقى بعيدة بس بالآخر أنت تضلك لقطة قلبك عيدك تعودنا أنه مش كتير نعلق أمال أو أنه نظلنا نقزنين في تلم هذا وعود أو أنا بظلني نقزن قد ما نكويت بظلني نقزن الكلام مثل ما عم تقول أنه مفروض يكون قريب ويمشي حاله وبعيلول وهذا بينعكس كمان بشكل مباشر مثل ما قلنا من شوي على موضوع الاستحاق الرئاسي وكيف تروح المسائل لقدام الآخر لكي إنجاز الحدود البحرية يذهب باتجاه رئيس تسوى أكتر صح لازم يعني لأن بس بديك تروح إلى هونيك أنت ما بديك تروح بديك تجاه إذا رايح للتبريد كما حكينا بالأول مؤدمات هذه الضرورية نعم أنت رايح للتبريد ورايح على مناخ آخر ورايح على ترسيم حدود بحرية وبرية لقدام في عنده وجين البعض بيقول أنه بدي تمن حزب الله ويكون الرئيس شو بده فيه للرئيس يعني عم حط الفيرسيونات ما عم بتبنى وحدة منه أنا عم بسألك بس بهذه الفيرسيون في حال حزب الله أنا بدي تمن أنه رئيس شو بده فيه للرئيس إذا كان جاي الرئيس بشروط الأمريكان ما هو إذا حزب الله هو بطل عم ياخده لأي يعني يعني بمكان آخر عم روح تاني هو عم يقول كان بالأول الكلام الأول كان من سنة و سنتين إذا ملاحظة كان كلام كثير عن تغيير الصيغة في لبنان هذا التام الرحل ولو أنه لازم نجح نكرر أنه حزب الله ولا مرة قال بشكل رسمي قال أنه أنا بدي هذا الموضوع لكن كان فيه رمار كثير أنه هذا الموضوع وتروح على المثالة وهذا يبدو ما أنه جاهز بعكس البعض يلي بعض يتطلع وبعض لما مش موجودة هلأ فإذا لديك هذه أول نقطة أنه إذا أنا بدي روح في هذا الاتجاه أنا بدي تسوي السياسية هل ستضمن دائما بالتسوي السياسية في مسألتين يكون المسألة المكتوبة المصوص أو يلي يعلن عنها والمسألة الغير مكتوبة أو الغير المنظورة يلي لا تعرف هي تكون أهم على سبيل المثال باتفاق الدوحة ورغم كان اتفاق غير مكتوب لكن تفاهموا على نقاط شو تفاهموا عن نقاط اللي عليها التلت المعطي للفريق اللي بيخسر الانتخابات النيابية حيث أنه بيكون ضامن حاله بالحكومة والوزارات الأمنية والعسكرية يعني وزارة الداخلية ووزارة الدفاع كان بأحدة رئيس الجمهورية اللي لازم يكون تسوي اللي كان ميشيل سنيماني يومي ويكسر بس بالمفاهيم يعني بالتفاهمات اللي صارت ضمنية أنه بتكون هونيك وبيكون في عندك تبريد للوضع الداخلي وبتوقف يعني اترشفت ما صار طويل عريض ومن بعده كمان زيارة سعد الحريري تتذكر يوميما لما أخذوا فيها على سوريا فأودي كلهم سوا كانوا بالتفاهمات الضمنية هلأ تتوقع أنه ما بعرف لما تروح إلى قدام أنه يكون في شي مثل هذا بس عجبر شوية